يمكن حضركم ما تعرفوش اللي حصل من ساعتين تلاتة كده في خبر جديد انه صلاح حيروح يتعالج في ليفر بول زي ما حالكوا سمعتوا كانوا مصرين كلهم بيتكلموا انه صلاح لما خرج المنتخب اتحرر المنتخب فاق فدلوقتي لما سمعوا انه صلاح حيرجع ليفر بول شوية يتعالج هناك ألا بودوني يعني ايه صلاح حيمشي ايوة موكان عارف انه ماشي الدنيا مقلوبة عندنا احنا النهاردة محظوظين ان عندنا يعني ستوديو تحليل سوبر يعني لقاء القمة زي ما بيقولوا المحلل الرياضي لقنوات اس اس سي احمد عز الدين اهلا احمد زيك اهلا بيك يا فمر المحل الرياضي تامر بدوي لقنوات اس اس سي اهلا بيك استاذ عمر اهلا بيك موضوع صلاح الاول نبتدي ايه اللي حصل وايه الحكاية يورجان كلوب طلع في مؤتمر صحفي بعد المباراة الاخيرة لليفر بول من الساعتين وقال ان الخطة ان محمد صلاح يرجع يتعالج عندنا ولو اصبح سليما ومنتخب مصر وصل للنهائي فساعتها هنرسل محمد صلاح مرة تانية للمطولة وقال ان كنت في وار بلد جميلة اكيد بس ما فيهاش الناس بتوعنا لمتابعة علاج محمد صلاح والجهاز الطبي لمنتخب مصر هيكون مجهول باللعيبة اللي بتلعب مش اللعيبة اللي ما بتلعبش ده الكلام بتاع يورجان كلوب وهو سبق بانه قال الكلام ده بعدها اتحاد الكورة اما طلع البيان بتاع ان محمد صلاح هيحضر مباراة كابفردي يسافر لا لا هو مصب وهيحضر المتش ازاي بكرة لا يعني هيحضر هيتواجد مع المنتخب ومباراة كابفردي وبعدين يسافر يعني من باب التشجيع يعني وكده مزبوطة فانا بصراحة اولا انا مستاء من اتحاد الكورة يعني كنت حاسس ان اتحاد الكورة لازم يبرر ليه محمد صلاح هيسيب المواسكر يعني هو هيتعالي اخدش الخبر من كلوب اصلا ولما ناخد الخبر بعد كده بعد كلوب يبقى لازم يكون فيه توضيح هو ليه هيسيب المواسكر محمد صلاح عنده الصفاتين نجم منتخب مصر في ارض الملعب وكابتن منتخب مصر طيب نجم منتخب مصر مصاب لكن كابتن منتخب مصر عليه اعباء كتير وادوار كتير فلو هيسيب المواسكر يبقى ده لحجة احنا محتاجين نعرفها ان مثلا وجوده في انجلترا هيسهل عملية رجوع الملعب هيصرع عملية التعافي ايا كان باستحاد الكورة كان محتاج يبين لنا ده لان مش الطبيعي ان اللاعب يتصاب مع المنتخب يرجع يتعالج في النادي ده مش الطبيعي جاب الرأي كيف والله يا عمر بيل الموضوع توقيته صعب جدا اخشى ان اصابة صلاح من بقاءه في كوديفور او سفره لانجلترا لتصريع فترة علاجه ياخد اهمية وياخد تركيز البعثة وبالتحديد اللعيبة عن الماتش مظبوط لان زي ما حضرتك تفضلت وقلت قبل ما نطلع للفاصل قبل ما حالك تطلع للفاصل قلت ان دي مباراة حياة او موت طبعا ما فيش يعني هي مقولة دايما على السنة بنقولها ان شاء الله ما فيش موت في الكورة لكن جرى العرف ان احنا بنقول مظبوط فحطة ان حديث الشارع التي اصبح ان صلاح هيسافر لا هيقعد طب لو سافر الله انتوا في الاول شخصتوا الاصابة ان هي عبارة عن شد في العدلة الخلفية تستوجب غيابه عن المباراة التالتة في المجموعة ودور الستاشر في حال تأهلنا ان شاء الله دلوقتي رجعتوا واضح ان انتوا قلتوا يقولوا واحد وعشرين يوم مظبوط بتقولوا ان الموضوع ممكن يمتد وممكن يلحق دور قبل النهائي في حالة تأهلنا بإذن الله اوكي الكلام ده طبعا ممكن يتغير بحكم ان الدكتور وهو بيشخص بإيده تشخيص مبدئي يعني او لسه بقى لما يروح يعمل امراي او رانين عفوا او اكس راي او الى اخره طبعا دي حاجات طبية انا مفتيش فيها ممكن الامور تتضح اكتر واكتر لكن الاهم بالنسبة لي هو منتخب مصر طبعا صلاح على عيني وعلى راسي واضافه بالتأكيد ونجم منتخب مصر واصابته ورجوعه للملعب وموعد رجوعه للملعب يهمنا لكن هو الاهم منتخب مصر الله يكون فعون البعثة دور المسؤولين في اتحاد الكورة سواء كابتن حزم امام لو هو موجود هناك كابتن خالد درندالي ان هما يحتووا الموقف ان اللعيبة ما تخرجش عن تركيزها احنا قدامنا هو تدريب المنتخب النهاردة وكان صلاح قاعد اما هو يعني هو ده اللي انا كان نفسي فيه بس من صلاح كمان كان عنده مؤتمر صعب النهاردة فكان عنده فرصة ان هو يبين ليه هيسيب المعسكر كابتن للمنتخب المشكلة بس ان ده جاي في توقيت الدنيا كلها ثائرة جدا على قصر طب يا عم انتو مش من كام يوم طلعوا الناس قالك الحمد لله اما خرج وكل بقى الناس في حد يعني صرف للناس كده كلمة المنتخب فاق او المنتخب اتحرر طب ده حيستفر خالص بقى فالمنتخب ياخد البطولة يعني مش كده ولا ايه احنا بنتكلم بالانطبعات في الكورة دايما يعني نفرج على الماتش نسخا نمسك التليفون طب انا عايزة اسأل سؤال هو جهاز الطب بتاعنا ده يعني الناس اللي قاعدة في انجلترا قدروا يعرفوا تشخيص حالة صلاح وهم هناك يبعدوا عن ساحل عاج والدكتور بتاع المنتخب والناس بتاع المنتخب معارفوش يشخصوه صح هقول لحضرتك يا عمري بيه اولا طبعا انت عارف ان الطب تقدم جدا انت النهاردة لما تروح تعمل بلاش ايو اي وفايا اي حد يعني بيعمل امرو اي بيعمل اكس راي ايا كان انت بتاخد منها كابي ايا كان على سيديهاية بقى ولا على ايه بتتبعت على طول على هناك بيطلع عليها على طول الجهاز الطبي بتاع ليفر بول وبناء على الاشعات والرانين المغناطيسي اللي قدامه بيقدر يحدد هو يعني ده خليق طب واللي عندنا ها مثلا خليق تجارة انجلش لا بس برضو عشان نبقى متزنين هقول لحضرتك على حاجة هل ينفع تقارن مثلا شوف احنا هيتقلق بقى تامر ضد مصر ومش ضد مصر انا ما بخدش من الكلام ده هل ينفع مثلا تقارن الطب الرياضي في مصر بالطب الرياضي في ألمانيا ايوة ايوة مش عملية قلب مفتوح شد في العدل بس مختلف مع حضرتك في نقطة عمر بيه طب انجلترا طب اسبانيا يعني فيه لعيب كان اسمه الرجل الزجاجي اسمه روبين اريان روبين ده بتاع هولندا ده كان اصابات عد بالجملة في تشلسي اصابات في الريال مدريد عد بالجملة جي باير ميونيخ اقل معدل اصابات حصلوا في تاريخ حياة يا الالمين با طيما ده لانا قلتولك بقى يعني اذا حضرتك لفت لفت وعترفت يبقى اتحاد الكرة كان يقول كده شوف يقول والله احنا شخصنا غلط وتشخيص الطبيب بتاع ليفر بول شايف ان الموضوع اقول ان فيه امكانيات مش متاحة عندنا ما هو لو حضرتك عشان يبقى فيه لغة تحوره ونقاش يا شباب هو لو اتحاد الكرة طلع قال كده ده اعتراف غير مباشر ان الجهاز الطبي بتاعه مش احسن حاجة لا هو مش عايز اعتراف خلاص هو اللي حصل ده يدل على ان الجهاز الطبي بتاع المنتخب مش احسن حاجة عمري بيه بدليل ان فيه واحد قالك معلش انا ياسف هاتو الراجل احنا هنعالجه ويجملة اللي قالها برضو يا تمر كان لازم الاتحاد يرد عليها الجملة اللي قالها يعني عمي ان الجهاز الطبي بتاعك هيبقى منشاكل باللعيبة اللي بتلاعمي انت لغاية النهاردة الراجل بيحضر تدريبات يعني انت بتقول بس انه ممكن يتمثل للشفاء يعني مش واحد وعشرين يوم هو طبعا يا عمري بيه المفروض البيان بتاع اتحاد الكرة يبقى اكثر وضوحا من كده يعني يقول احنا هنسيب محمد صلاح يروح انجلترا علشان فترة علاجه وتبقى اسرع ويبقى فيه ويبقى فيه امكانيات اكبر بكتير في ليفر بول من الامكانيات اللي موجودة دلوقتي في ساحل العاج فسرعة رجوع الملعب هتبقى عصر خلينا معنا